موسيقى مرحبا بكم عزيزي المشاهدين تشهد العلاقات العراقية السعودية تطورا ملحوظا بعد تدهورا استمر العقود هذا التطور رحب به البعض فيما اعترض عليه البعض الآخر الأمر الذي أخضعه للصراع السياسي الدائر بين الكتل السياسية المختلفة ما أسباب اعتراض البعض على تطور هذه العلاقة وهل تبقى العلاقات العراقية الخارجية خاضعة لهذا الصراع أعزائي المشاهدين العلاقات العراقية السعودية موضوع حلقة اليوم مع الضيوف الكرام السيدة أحلام الحسيني مقرر لجنة العلاقات الخارجية النيابية السيد جمع العطواني رئيس مركز أفق للتحليل السياسي والدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين مرحبا بضيوفي الكرام ست أحلام في لجنة العلاقات الخارجية كيف تنظرون للرفض اللي طبعا شهد مظاهر عديدة منها وسائل تواصل الاجتماعي هاشتاغات ما إلى هاشتاغات كذا مسيرات احتجاج وما إلى ذلك شون تراقبون هذا الرفض أو عادة العلاقة مع السعودية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لحضراتكم ولضيوفكم الكرام أستاذ جمعة وأستاذ دكتور أسامة يعني الحقيقة ننطلق إحنا من منطلق أنه ما بعد 2003 وهو تغيير الأهداف والمبادئ وفق تغيير النظام السياسي الجديد وأعتقد أنه بتغيير النظام الحالي بنظام ديمقراطي لا بد أن ترسم سياسة خارجية للعراق تختلف عام 2003 اللي كانت هي سياسة مأزومة بين العراق وبين محيط العربي تحديدا الانطلاق هذه تعتمد مبدئيا هي على أساس المصالح العراقية الوطنية وأيضا نعتقد أنه ضرورة أن تعتمد السياسة الخارجية أو تعتمد السياسة الخارجية العراقية على قضية الانفتاح والتوازن واليوم الانفتاح العراقي العربي وتحديدا العراقي السعودي لا يعني بالضرورة هو مساس بالعلاقات الاستراتيجية المبنية ما بين العراق وما بين بعض الدول وتحديدا الدول الأقليمية وإنما هي قضية الانفتاح لضرورة عودة العراق إلى الريادة العربية وأيضا ضرورة بناء العلاقات على أسس الطمأنة باعتبار أنتوا حضراتكم متابعين أنه بعد عام 2003 ربما الأنظمة العربية لم تكن موفقة في طريقة التعامل مع النظام السياسي الجديد في العراق عدم التوفير خليني أخذ مدخل حتى أدخل للاتهام الأولي أنه يابد سعودية هاي اللي دعمت الإرهاب واللي كلفتنا وأرواح شبابنا ومدرشنا نعم هذه ولدت انطباع يعني لابد أيضا أن يؤخذ بنظر الاعتبار لدى الشارع العراقي ربما هذا ولكن نعتقد أنه طمأنة هذه الدول بأنه النظام السياسي الجديد لا ينعكس سلبا على دولها بما هي تظن لذلك أنه قلقة من هذا النظام الديمقراطي الذي ربما يكون أو ينجر إلى دولها وتحديدا أنتوا حضراتكم تعرفون هي أنظمة كيف مركبة في هذه الدول القضية الأخرى أعتقد أن العراق يعتقد أنه لابد من فتح ملفات استراتيجية مع محيط العربي في هذه المرحلة وغلق كثير من الملفات العالقة بين هذه الدول للبدء بمرحلة جديدة بس ويبقى موضوع أنه خارجيا بالسياسة الخارجية شون نتعامل يعني مع موضوع ضرورة إعادة العلاقة وضرورة أطفاء الملفات العالقة التي طالب بها الناس هو جزء هذا من إعادة العلاقة أنت كيف ترسم سياسة خارجية مع هذه الدول تحديدا للوصول إلى هدف وما هي الأهداف التي تريدها أو ما هي طبيعة العلاقة وما هي المصالح العراقية الوطنية التي تريدها أنت أساسا من هذه الدول جزء منها هي هذه الملفات العالقة وعلى سبيل المثال الملفات العالقة بين العراق وبين الكويت واليوم أغلب هذه الملفات أن تم غلقها بدأت مرحلة جديدة من العلاقة مع الكويت وهذا مثال هذا يعني أنه ممكن التطرب مستقبلا بالمستقبل القريب لموضوع الإرهاب وتورط السعودية بموضوع الإرهاب وما قاله شنوك قضية ملف الإرهاب قبل دقائق ربما كنا نتحدث مع الأخوة الزملاء في قضية اليوم العراق ينطلق في طبيعة علاقة العربية العراقية من منطلقات قوة وأهمها هي الانتصارات التي تحققت وأيضا الملفات الأخرى التي استطاعت الحكومة أن تسيطر عليها داخليا وأعتقد هذه الانطلاقة لابد أيضا على أساسها أن تبنى العراق العراقية السعودية باعتبار أنه لابد أن تكون طبيعة العلاقة مع المحيط العربي أو المحيط الإقليمي أو حتى المحيط الدولي ربما البعض يقول لك المحيط الدولي أنت ما تقدر ترتقي إلى مستوى العلاقة المتكافئة وإنما على سبيل المثال على المحيط العربي اليوم العراق لديه نقاط قوة سيد أحلام أنا أريد هو يبقى موضوع وأنا رح أنتقل سيد جماعة العطواني يبقى موضوع أنه كيف أو هل لدى العراق قدرة على مناقشة موضوع الإرهاب بتفاصيلها مو بس مع السعودية مع كل الدول التي يقال ويشاع أنها تورط دي سيد جماعة أكيد يعني المانشيت العريض الأولي الذي رافضه للسعودية يقول لك تابعي للإرهاب كيف تعلو بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لك أستاذ سعدون ضيفيك ومشاهدي قناة الحر الأفاضل بالواقع ما عادت هذه تمثل سبة للمواقف الشعبية والجماهيرية والنخبوية سواء في وسال الإعلام أو حتى على مستوى الأوساط الاجتماعية أصبحت هذه قضية ديدا للذين يعانون من أزمة ديمقراطية وبالتالي أعتقد هو عامل إيجابي لإيران وليس فقط عامل سلبيح النخب والفعاليات الجماهيرية لماذا؟ أولا نضع معيار حتى نشوف هذه المطالب وطنية لو مطالب فيها تبعية يعني أنا كعراقي أتابع وأراقب العلاقات الأقليمية والدولية بشكل جيد على أقل تقدير شاهدت كثير من الدول التي تحترم نفسها والحكومات التي تحافظ على سيادتها وعلى حقوق شعبها حتى ما بين الأصدقاء هي تطالب بنفس المطالب أو تتحرك بنفس التحرك الذي تتحرك به الأوساط الشعبية يعني يوم العراق ماذا يريد من السعودية؟ أولا هو لا يرفض العلاقة المطلقة مع السعودية كما يرفض العلاقة المطلقة مع إسرائيل لا هو يقول أنا السعودية أتابعا معها كأي دولة أخرى دولة نحترمها وذات سيادة إلى غير ذلك لكن لديها تجارب السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في شبهة يقال بأن السعودية لها دور في تفجير برج التجارة العالم وعلى ذلك وضعت أمريكا قانون شاستا تريد أن تعاقب السعودية والسعودية قدمت كل فرض الطاعة لدينا تجربة طيارة روسية يقال أنها قد خرقت الأجواء التركية وأسقطت بالصواريخ التركية قامت الدنيا ولم تقعد إلى أن ذهب أردوغان إلى روسيا وقدم الاعتذار وعرض الضحايا هذا معناته أن الرفض يعني معناته كان رفض ليس للعلاقة يعودة العلاقة لكن الرفض إنه العلاقة متوازنة يعني أنا أنا كعراقي أنا كعراقي ماذا يعني مثلا لاحقا يعني لاحقا لا أولا العلاقة مخطوعة مع السعودية كان لديها سفير مزير خارجية كانت كانت الآن هو سفير سوف يؤتى به إلى العراق قائم بالأعمال العلاقات الدبلوماسية قائمة لكن الشعب العراقي كان ينتظر من الحكومة العراقية أن تبدأ مرحلة ما بعد العلاقات من فتاح السعودي العراقي العراقي السعودي بمعنى آخر أنا اليوم كعراقي كحكومة عراقية لديها ملفات يا أخي عندي القحطاني عدمت الحكومة قبل أيام وقبل أشهر أو سنة تقريبا وهو من كبار ضباط المخابرات السعودية عندي ضباط مخابرات السعودية بشكل رسمي جاي العراق حتى يخربون بالعراق سيد رئيس وزرائنا قاد عام قوات مسلح يقول خمسة ألاف داعش إرهابي سعودي لا أكثر من ذلك السعودية كبههم عنه النظام مستبيد لا يسمح للرأي الآخر أن يكون موجود في السعودية لماذا تسمح السعودية لعلماء الوهابية أن تكفرني لا أكثر من ذلك يا ليش الإشكالية وين صارت الإشكالية صارت في زيادة محمد بن سلمان من إجا وزير الخارجية السعودي ما كانت كلش انفعالات عراقية لكن قد تسأل ليش محمد بن سلمان بالذات لأن محمد بن سلمان يجاني كعقائدي مو كولي أهد لم يقلوا لك ليش تترقون بين سوريا والسعودية أكيد متوقع هذا السوء محمد بن سلمان من إجا كفرني قال أنتم دينكم خرافة أنتم تؤمنوا بالمهدي وإحنا غالبية 65% من الشعب العراقي مسلم والمسلم السنة والشيعة يؤمنون بقضية المهدي الخلاف في ولادتا وعدم ولادتا كما تعلم سعدون إذن 95% يتجمنا إحنا خرافة أهذا الموقف أين أستاذ جمعاء؟ هسا الكلام اللي قلته أوكي بس هذا الموقف يعني قصدي صار واضح يعني اتخاذ موقف لأنه يقولون أو يتهمون ديننا أو مدرشون هذا خليه على صحيح لأن لا يكفي عندنا علاقة سياسية يقول لك ومصالح إحنا المشكلة العراقي يعاني من خانق واقع لا عنده فلوس لا عنده مواي بالأكس هذا من دواعي ضغطي على السعودية العراق ما عندي فلوس ليش لأنه دمرت البنى التحتية وعندي عشرة ألاف من الشهدات بسبب مين؟ بسبب السعودية قلت ليش تتعاطي ليش ما تعاطيوا السعودية كما تعاطت أمريكا والسعودية هو المشكلة أسمع الله بالطبق ما تعاطينا بعدنا ما تعاطينا شو اسم الله بالطبق قلت لك سبهانش كم سنة أصبقها عندنا يا أخي هل استوى وقت ستواجه ستواجه وطردنا لا أسمع دخل أقول لك الشاعي يقول لك هستسعودية يقول لك شاعي لا قال لي رح نيجي وشاعي ما أكو خبر حقيقي بغض النظر لا لا أنتم سبقين أنا أحش على فكرة فكرة زيارة بن حمد سلمان غير مرحب بها لا احتبارات أول ربما يكون غير المرحب به وأنا رح أنتقل دكتور أسانو ربما يكون غير المرحب به التوجه الجديد لدى السعودية هذا يقولون الذي يخيف دول المنطقة دكتور كيف تعلق على هذا الجدل بين رافض وموافق وجهات النظر مختلفة مثل ما لاحظت حضرتك أنا يقول لك طيب شلون ملفات الأرهاب وكتلونه وذبحونه وشباب صحلوس ومدرشينه وهنا أنا يقول لك طيب كل الدول هايش يعني أصلا هي العلاقات الخارجية ليش أكو مشكلة يريد نطفيها وعلاقتنا بإيران اجت بعد مخاوف شكرا جزيلا لك أخي الكريم تحيي لكم وإلى سيدة أحلام وإلى أستاذ الجمعة وإلى كل مشاهدة قناة الحرة يعني أكيد إحنا كمراقبين من الناس اللي كنا ننتظر يصير تغيير بالسعودية يعني من 2003 إلى تقريبا الحد 2015 العراق مشاهد استقرار عدة دول وليست السعودية كان جزء من مركب العنف في العراق لأسباب ودوافع متبنيات كثيرة جزء من مشكلتنا محنتنا ما بعد عام 2003 هو عدم اعتراف بشرعية التغيير الذي حصل عدم الاعتراف بالنظام السياسي أو بالدولة العراقية التي تأسست بعد عام 2003 على وجه التحديد لذلك نحن من الناس اللي كنا ننتظر هذا التغيير يصير في السعودية حتى ينعكس مع علاقاتنا لأن ما ممكن أنت تبقى في حالة في دوامة من العنف وفي دوامة من الخلاف الفكري والاختلاف السياسي والاختلاف المذهبي وتبقى أنت تنفق مليارات الدولارات سنويا دفاع وداخلية وأمن وغيرها وننتهي الدوامة لذلك التغيير حصل هناك حتى نكون بالمناسبة التحديث في العلاقات الدولية وفي السياسة الخارجية هو لا يكون على مستوى الحالة الشعبية نحن في السياسة الدولية لا يستفتد جمهور بالعلاقات الدولية وإنما يكون إلى رأيه ونحن كجزء من دولة ديمقراطية يحق لأن تخرج مظاهرات يعترض للبعض لكن هناك مصلحة الدولة وهناك ماكنة تخطط وتنفذ للسياسة الخارجية لذلك بناء على ذلك يعني هناك فصل يفترض بالدولة تفصل لا نحكي لك بالمنطقة العام بالسياسة يعني بالشؤون الخارجية لا يستفتع الشعب يعني هناك مصالح وأمور قد لا تأخذ بالجانب العاطفي هذه نقطة لكن هذا لا يلغي أنه من حق البعض أنه يعترض وصير يوجد زيارات ينضربون الشخص الزائع ينضرب بالطماطع وغيره وغيره ومظاهرات هذه المسألة الطبيعية وتشد كل دول العالم لكن هذا لا يلغي أنه التغيير حصل بالسعودية هذا التغيير ما إجاء نتاج يعني طيب أنا طبعا التفاتين الالتفات الأولى أنه فعاليات جماهيرية ما تنعكس سلبا أو إيجابا على الفعاليات الحكومية هذا واحد الثنيا أنه أكو تغيير بالسعودية هل تعتقد أن هذا التغيير هو سبب المشكلة يعني هو مشكلة سراع على النفوذ في المنطقة بينهو بين إيران هو حتى يعني ندخل في صلب حلقة لكم وسؤال جناف الكريم حتى للضيوف أنه الاعتراض هل أنه الاعتراض من باب أنه الآن أنه التوقيت غير مناسب الاعتراض أنه تطبيع مع السعودية يده يصير من قبل رئيس الوزراء الحالي ولو كان قد يكون بشخص غير هذا رئيس الوزراء حال كان يتقبله أنا ردرد نفتهم شنو وجه الاعتراض بالضبط لكن أنا تسألني كشخص مراقب كأكاديمي أنا أقول لك مع أنه نفتح صفحة جديدة أن نبدأ صفحة جديدة مع الجانب السعودي والتوازن الذي قال عليه السادس جمعين بخصوص أنه يابا يوجد ملفات يجب أن نطفيها كل الدول لما ترجع علاقاتها تمرع الكويت لما تريد ترجع علاقاتها مع العراق قالت يابا نطلب وانتم كتلتونا ودبحتونا وحتليتونا ومدرشونه وفرضت غرامات ومدرشونه هذا شلون العالجة أولا نحن في البداية صار اعتراف دعونا نكون صليحين أنا قلت لك لا كان هناك اعتراف حتى السفير كان سفير غير مقيم والعلاقات كانت شبه مقطوعة وبالتالي هذا نعكس إلى أنه تكون الخطباء في مسجد الصحن المكي ينادون بنصرة المجاهدين في العراق وسوريا هذا الخطاب اليوم راح اليوم نتحدث عن سعودية جديدة دعونا نكون موضوعيين هذه السعودية جديدة تتواجه مرحلة حتى تكون مقبولة عالميا أمريكا أخرجت أمام العالم أنه أقرب حليف إليتش يتذيل قوائم حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية وحقوق المرأة بالتالي يوجد سعودية جديدة ضد التطرف لن تخيل أن الوضع الجديد الملك وحتى الولي العهد اللي هو الملك يجبني نقول الفعل الحالي لن نتوقع أن هذه الإجراءات تمت مرحب بها بالداخل ترى أيضا هو دا يعاني من مشاكل داخلية لذلك إحنا الآن خليني دكتور يعني نقطة أخيرة يأما ننصر السعودية جديدة وإذا ما ننصرها ننصر التطرف هذه السعودية الوجه الجديد للسعودية خليني أناقشة وإياك أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصر من جديد أرحبكم أعزائي المشاهدين دكتور أوكي الوجه الجديد للسعودية يقتضي التعامل معه بشكل جيد مثل ما قلت حضرتك وأنه ما دام أكو خط جديد توجه جديد وهذا التوجه يعاني من مشكلة وتوجه داخلية وتوجه مدعوم عالميا والتوجه هذا يصبح مصلحتنا فلازم ندعمه بس تبقى في عاليات الجماهيرية مع غض النظر عن أهدافها ومع غض النظر عن نواياها يقول لك إحنا نطالب مطب ديمقراطي إحنا نطالب بإنصافنا كشعب تأذى من السعودية أكو مجال بالدبلوماسية إنه العراقية قوتها الحالية إنه تعالي شك ملفات هو طبعا يمكن إحنا في قناة كل كريمة في الحلقة السابقة يمكن كان أكو فكرة أنه أكون مثل ما تفضل أستاذ جمعة أكو جاستة عراقي على غرار الجاستة الأمريكي أنه نحاسب مو بس السعودية وإنما كل دولة خرج منها متطرفين خرج منها رهابيين قاموا بعمليات عسكرية ورهابية في الداخل العراقي وهذا من الناس اللي أنا كنت طالب بيه موليو ممكن كنا نطالب بيه من سنة 2008 قانون عراقي يعني لو التحاكم إلى المنظومة الدولية أولا ممكن أنت إحنا أولا كنا ولا نزال يعني خرجنا من الفصل السابع ورجعنا للفصل السابع يعني ما معناه عندنا آلية مباشرة مع مجلس الأمن ومع الأمين العامل وممتحدة وعدنا وثائق وأدلة عندنا لوحات وأرقام سيارات وعدنا وثائق وعدنا مطلوبين يعني تحت قبلة القضاء العراقي ذولة وليش ما قدمناه القضاء الدولي وليش ما قدمنا هاي الأدلة حتى يززر قرارات دولية من 2009 مولانو من 2008 في الوقت اللي كانت الدوليماسية العراقية ما نعرف ليش ما تحركت هذا التحرك وباتجاه ما تحركت وكان الكلام على السعودية وعلى سوريا على كل الدول على كل الدول بضبط على كل الدول ما تحركنا وبالنتيجة هذا نتاج يعني ضعفنا شنو الخلل خلل داخلي أجرائي ما نعرف نحتاج إجابات من نجات المعنية التنفيذية أكيد يعني بالمناسبة بالعلاقات الدولية ما كون شي يسمى الحالة الأديولوجية الأديولوجية تراجعت بالعلاقات الدولية فكيفما نتحدث عن حالة طائفية يمكن أن تتصدر إحنا عانينا من مشكلة العراق منذ تأسس يدفع ما هو الطائفية هنا مؤثرة أو حاضرة طبعا بالمنطقة غير طبعا وأنا أخشي لك من كانت بالمنطقة إحنا دفعنا ثمن سياسة الاحتواء المزدوج في حين التي طبقت من قبل اللوئات المتحدة الأمريكية صار التغيير الثورة الإسلامية في إيران وصار التغيير بالعراق قالوا إذن لابد من أن يتم احتواء الثورة وحتى نأمن منطقة الخليج طلبوا من أحمد حسن البكر أن يشن حرب على إيران رفض أحمد حسن البكر لأن كان رجل عسكري واعترف عدم توازن القوة بين إيران وإيران جاء إبي صدام حسن إلى السلطة شنة الحرب 8 سنوات حتى العراق يحمي المنطقة الخليجية وحتى يحتوي الخطر الإيراني كما هو مزعوم من الآن وكانت تدفع أموال سعودية والعراق يدفع دماء تغير الوضع الآن أنا مرد القضية مقلوبة فجأة مع السعودية والخليج ضد إيران ونرجع مرة جديدة نحن نكون جزء من حالة توازن إقليم وحالة توازن دولي يعني الشعب العراقي والدولة العراقية ما عادت تحتمل أحروب أكلاف حروب أكلاف اقتصادية أكلاف بشرية ماكو بشر يعني ماكو دولة بالعالم تقدمت هاي الأكلاف من سنة 1980 نحن نحن حارفتنا وكم عقوبات اقتصادية خبعنا وتحت كم طائلة تفصل سابع عقوبات بتاريخ الأمم المتحدة لم تصدر الأمم المتحدة كم من القرارات بعدد القرارات لصدرت بحيال العراق لذلك ما عاد يحتمل البلد يعني أنا وصلت إلى قناعة إذا بقينا على هذا الوضع ولحدنا بالمناسبة إحنا لحدنا قاعد نصرف على سياسات الأمن والدفاع والمنطقة نفس الشي المنطقة عسكرة السعودية تتعسكر حتى تواجه الخطر الإيراني والإيران قاعد تتعسكر باختصار شيء ممكن يكون تطبيع العلاقة هو يعني سياسة خلنقول أمريكية عراقية ضد إيران لا هو طبعا أنا أقول لك ترى السعودية ما كان هو خيار الأرياحية أكو خلافات خليجية خليجية دفعة السعودية أن تجدح بهذا الاتجاه أكو ضغوط أمريكي دفعة السعودية أن تجدح بهذا الاتجاه أكو اعتراف سعودي بأن العراق مو هاي الدولة السهلة اللي ممكن تتقسم وتنقضهم وتنتهي بكل سهولة وبالتالي تتساوى وتصير مجموعة شيء من الأطلال لذلك معطيات كثيرة يبقى دكتور سؤالي دور أنه أنا بس أستاذ سعدون أنه مو حالة هزيمة ترى إحنا إذا طبعنا علاقتنا بسعودية مو معنات ناحية مهزومة هل أنتقل بهذا السؤال ولا من كسرين لأستاذ جمع العطواني أنه أولا مو حالة هزيمة ثاليا سؤالي يطلح نفسه هذه الفعاليات الجماهيرية وين مداها يعني هي أوكي تعبير عن الرأي ومطالبة الحكومة باتخاذ الحق أو باستفاء الحقوق له هي ممكن تصعد إلى مدى عرقلة المساعي الحكومية للطبيع يعني تفضل الدكتور عن قضية العلاقات الخارجية لا يأخذ رأيي الشعوب فيها هذا صحيح من حيث المبدأ لكن الشعوب ضغط على الحكومات يمكن أن تسقط وأنا هل هذا الضغط وين يوصل بداية؟ أولا كما هو معلوم يعني أنا توقع من سلعبادي لا يجازف لو صحت حقيقة زيارة الولي لأهل السعود لا يجازف بقبول هذه الزيارة ونحن على أبواب الانتخابات لأنه سوف يواجه إفلاساً انتخابياً غير مسبوق ما واضح ترى بالمظاهرات وطلعت في الشارع لا واضح أنه ضعيفة لا بالأكس آلاف حقيقة جهة واحدة تبنت هذه التظاهرات هذه التظاهرات يعني قصد هذا الموضوع العبادي جسه وشافه يعني مثلاً هاي آلاف المؤلفة اللي قامت فيها فقط كتائب حزب الله تتوقع عصائها بهالحق هي مع التطبيع تتوقع لا أسأل ليش ما طلعت مو بالضرورة يعني هي مؤيدة فهذا نموذج بسيط شوف التوسط قصد العبادي حتى يقيس تقول حضرتك بأنه ما يخاطر قبل قليل في بداية البرنامج أكدت على أنه هناك ثمة نشاطات حتى في وسائط التوسط الاجتماعي بالضبط مقابل شفت حضرتك بأنه اللعبة اللي صارت وبالنسبة لترحيب لا هذا ما لألاقة هذا شوف الرياضة الرياضة لا مو عبارة عن مجس لرضاه سياسي أغلب الشباب اللي راحوا وارعوا متنفس رياضة صراحة في معزل عن الجانب السياسي فأقول مرة أخرى ربما هاي الأغلبية ساكتة أقول مرة أخرى ربما هاي الأغلبية ساكتة فليجازف نعم قول نعمل الاستمالة هذا فليجازف كرة القدم لا لا كرة القدم شوف لما القضية احنا لدينا أزمة مع السعودية أزمة سياسية على أي قضية معينة مو فيها دم يمكن أن يقال ترطب أجواء ملعب ولدينا حرب مع تركيا ولدينا حرب مع قطر بالمناسبة ذكرت قضية إيران الآن إيران علاقتها بقي قطر جيدة أم غير جيدة جيدة والله لو غدا يأتي أمير قطر سوف نرفض رفضا قاطعا بغض النظر عن قناعة إيران أنا عراقي هذه حقوقي بينه وبين سعودية دم هذا أول اثنيا نحن الآن قاعد نطبل ونزمر وفرحاني لماذا؟ لأن أكون فتاح سعودي داخلي الطوى مجال للمرأة بسوق سيارة وأني عراقي فرحان أنا ما نحن بلين فتاح السعودي ومن يقول انفتاح السعودي بس هل من يقول انفتاح السعودي على العراق مو انفتاح داخلي لا هو دكتور ذكر قضية سياقة المرأة تغييرات داخلية المرأة اليوم قال بسوق سيارة وأني جمال عطاني وفرحان ليش أبقى سعودي لا أقول لا قصدي أنا ما معني سواء إصلاحات داخلية أو غير داخلية أنا عندي عشرات الآلاف قتلوا بفتاوى سؤالي طرح نفسي انه عشرات الآلاف قتلوا ومثل ما قال الدكتور وما قد تأكد الست انه بعدين الملفات موجودة والوثائق موجودة لو لا إذن نحن عندنا ملفات ولازالت ورقة لكن ما حركت أقول لازالت الورقة ممكن تحرك شئن المشكلة انه هاي الملفات موجودة السعودية مثل ما ضربتنا وصرفة فلوس على ضرب الإرهاب تجي خليها تبني وتسوي وتبلط وإحنا محتوظين بحق المعاقبة شو المشكلة هو أول شيء جاي تبني وهي جاي تبني وتعمر ومي يقول أقول هاسا مبدئيا هي حشاية شوف سعدون مو أنت مرفضت المبدأ شوف أكو قاعدة فقهية حضرتك تعرف بها الاستصحاب قاعدة الاستصحاب أكو يقين سابق وكو شك لاحق عدل يشتغل بالخارجي عن الاستصحاب لا لا أقرب لك الفكرة أنا عندي يقين سابق بأن السعودية أرهابية بفتاويها برجالات سياستها برجالات دينها بغير ذلك بمخابراتها اليوم عندي شك يقولوني السعودية أكو عدنية صلح وضحها أنا أبنع الشك لو أبنع الأصل أجاوب أجاوب طيب يقول لك أنا عند دينية أنت تقول عند دينية أريد أصلح المشكلة إذا أنت بس قلت يا بعد دينية أزور أنت ظهرت ضدي بشون نطينا فرصة نطينا فرصة حتى أعارج الخطأ لا نطيك فرصة أولا هم بس اسمح لي ما شلت دعاوى قضائية عليهم واشتكيت عليهم ورفضوا ثانيا نبادرين الآن يقول لك إحنا حتى ساعدوا بموضوع في فا بموضوع حضورهم الله علي يا أستاذ جمعة العراق بلد أنت تعرف أهمية الرياضة أجاوب أجاوب محد يقبل يلعب بالعراق هم جابوا فريقهم هم يدرون نفسهم مكروهين ودخلوا ولعبوا وهس ولي العهد يقول لك رد نزوره سابقا استقبلوا سيد مختلط الصدر حزيز طيب عندنا نواهي تركونا مجال كلامي موجه للسعودية كلامي موجه للحكم العراقية أنتم لديكم وفد رفيع المستوى من السعودية يزوركم شنه ملفاتكم هيئتوا ملفاتكم لو جاي ياخذ ضباط المخابرات ويروح رح ياخذ جثة القحطاني ويروح مثلا لو جاي يبنينك ملعب ويروح لو لأن أمريكا ضغط عليك كما قال الدكتور فيه تقرير غاين كروكر أنت قعد تستجيب للتقرير غاين كروكر اللي ضغط على العراق منه؟ العراق والسعودية العراق والسعودية كما مثل ما تفضل الدكتور ما أعتقد أكو قناعة سعودية بالعراق ولا أكو أيضا رضا داخلي عراقي بالانفتاح السعودي في هذا الضرور الضغط اللي متعرضت للسعودية والعراق ضغط غاياته شنو؟ غاياته صراع أقليمي في داخل العراق ضد إيران بالنتيجة أنا أكون ضحية ضد إيران فأنا رح أكون ضحية في أرضي ياريت لو اليوم أمريكا والسعودية تقول عم إحنا رح نحرق نطلق صواريخنا على إيران وبالتالي العراق في معزل تقرير تقرير غاين كروكر سأدون شي يقول؟ تقرير غاين كروكر سوريا شن قصتها؟ من أي ناحية؟ بلا أسلثنا أي دولة لديها ملف لدى الحكومة العراقية ملفات عن تورط أي دولة سوريا السعودية تركيا قطر أي دولة أخرى نطالب الحكومة بس دعم الحكومة العراقية وأنا ينتقل لست أحلام دعم الحكومة العراقية لبقاء بشار الأسد ومضواءها ضمن الأحلاف الدولية ضد القوات اللي قاتلت النظام بسوريا موقفت ضدها أنا جوابك بدقيقة باختصار باختصار أولا هذا يختلف ليش؟ لأنه مو يعني أنا سقطت حقوقي باتر من يجيني بشار الأسد نفس الشي بس اسمح ليأخذ بس خلق لكم لفكرة أنا أخشى لأن سقوط بشار الأسد بديلة إرهاب ذلك أقبل أنآن النظام السعودي ما مهدد بالسقوط لما يجيني بشار الأسد وموح العظيم نفس التظاهرة تفرج دخلت بوقت أحلام يقول لك هسا تفاحة بالإيد أو شا تقول بالإيد يعني مدري شو يقولون هذا موقف الضعيف أي عصفرون بالإيد موقف الضعيفة عصفرون بالإيد أحلام كيف تعلقين على يعني أتأكد عندك ملاحظات يعني وممكن أجملها أنه هذا حق عندنا مثل ما تريدون طبعا علاقات من حقكم استوفونا حقوقنا وأنتم مجلس النواب وتراقبون وزاق الخارجين حضراتكم يمكن الدكتور تفضل إلى قضية هي كيفية المطالبة بحقوق العراقيين في قضية الدول التي كان لها دور في الإرهاب وهذا حقيقة يعني قضية تأخذ على الخارجية العراقية والسبب أنتوا حضراتكم تابعين لهذه المؤسسة وتركيبتها ووضعها والوضع العراقي أيضا بالمجمل أنه هي انبنت على أساس مصالحة ومحاصصة سياسية وبالتالي هذه المحاصصة السياسية أدت بأن تكون هناك كوادر في وزارة الخارجية غير مهيئة لأن تمثل العراق دبلوماسيا هذه الرؤية ملامح عدم قدر على التنفيذ خاصة بهذا الموضوع يعني حقيقة الكوادر التي كانت غير كفوئة وغير قادرة على أن تنقل طبيعة النظام السياسي الجديد في العراق أو تكون مدافعة حتى عن قضايا تتعلق بالعراقيين لكن للأمانة خلال هذه المرحلة بدت السياسة الخارجية العراقية تقريبا هناك بدت تتجه بالاتجاه الذي نقول عليه المسار الصحيح نوعا ما خصوصا مع سياسة الانفتاح والتوازن التي تعتمدها القضية الثانية التي وجدناها هي معرق الأساسي للسياسة الخارجية العراقية هي اختلاف الرؤى السياسية لدى الأحزاب والقوى السياسية وبالتالي هذه عطلت عندنا وحدة الموقف ووحدة القرار العراقي التي تفضل به الدكتور قبل لحظات أننا ما ارتقينا إلى مستوى العمل المؤسسات الذي يرسم السياسة الخارجية وإنما ارتكزنا كثيرا على ربما إذا تابعنا بعض القضايا وأنا أكثر من مرة أذكرها قضية الانقلاب في تركيا نرى أن التعامل العراق مع هذه القضية تحديدا كانت قضية فيسبوك وبالتالي أصبح الفيسبوك محط صراع بين العراقيين منه الداعم ومن المؤيد ومنه بينما نرى الموقف الإيراني في تلك اللحظات كان موقف داعم لأردوغان باعتبار حفظ الأمن القومي الإيراني لذلك نعتقد أنه الآن تحديدا في هذه السنة أو السنة التي قبلها السياسة الخارجية العراقية بدأت تمشي بالمسار الصحيح الذي الحكومة بدأت تعتمده ووزارة الخارجية بدأت تعتمده هو مطلوب من الحكومة أنه تعالج ملفات الإرهاب والسعودية لو لم يطلوب خلينا نناقش الموضوع طبعا ست أحلام من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين ست أحلام إذا سمحي أرجع الموضوع بالإضافة تقدرين الكاملين الذي تفضلت به بس أنا أرجع لأريد أؤكد قدرة الحكومة العراقية على استفاء الحقوق وهذا مطلب جماهيري وهو مطلب ديمقراطي وحق وعدنا دماء وبحايا يعني إحنا ما استعرضنا هو الأسباب التي أدت أن لا تكون لدينا مؤسسات قوية في قضية رسم السياسة الخارجية العراقية للسنين الماضية هذا ما أقصد به نحن اليوم في قضية تتعلق بالدم العراقي أعتقد على الحكومة أن لا تجامل في هذه القضية تحديدا وهذه قضية نحن متفقين عليها جميعا في قضية زماء العراقية بس خلال مراقب لكن حضرتك تدري هذه الدول هي دول منظوية في مؤسسات دولية الأمم المتحدة وغيرها ساهمت في تهديد السلم والأمن الدوليين في دعمها للإرهاب في جعل مثلا منافذها الحدودية متخل للإرهابيين إلى العراق وبالتالي هذه زعزعت أمن واستقرار المنطقة أولا ثم ساهمت في إراقة دماء العراقيين منها المنطلقات وهذه الاتفاقيات الدولية ممكن أن أحاسب أي دولة ممكن أن أحاسب أي دولة وممكن أن أمشي بمسارين فيما يخصي السعودية قبل أن أقول أنا أريد أريد أقول مجلس النواب وهو يراقب أداء الحكومة لجنة العلاقات الخارجية وهو يتراقب أداء وزارة الخارجية قاعد تشوف أكو مسارين أكو مسار واحد يعني الحقيقة هو هذا اللي تحدثنا بالعمل المؤسساتي اللي هو تقريبا يكاد أن يكون كل واحد يعمل في وادي سواء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والحكومة يعني ماكو عمل تكاملي ماكو عمل مؤسساتي وبالتالي ما نعرف إحنا يعني شخصيا ما نعرف لجنة علاقات خارجية ما هو الهدف من العلاقة العراقية السعودية للمرحلة المقبلة وما هي السياسة التي سوف تعتمد من قبل الحكومة هناك مطالب شعبية تطالب بأن يكون للحكومة موقف وهناك مصالح عليا للعراق تقتضي أن تكون هناك علاقات إيجابية مع السعودية في قضية اقتصادية في قضية سياسية في قضية دعم استخباراتي معلوماتي أمني غيرها أعتقد أنه على الحكومة أيضا أن توضح سوى على مستوى المؤسسات اللي هو مجلس النواب وحتى على مستوى الخطاب السياسي السعود يعني غريب أنه لجنة العلاقات الخارجية ما تعرفتها لا وهذا واقع الحال ليش ما تعرفون لا وهذا هذه طبيعة العلاقة على مدار أربع سنوات ما بين الحكومة وبين مجلس النواب وحضراتكم تعلمون اليوم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة مو علاقة تكاملية وإنما علاقة ضدية بس أنتم تستطيعون بأي لحظة تستضيفون أي مسؤول حكومي طبعا يعني أنتم تدري في هذه المرحلة تحديدا تدري لجنة العلاقات الخارجية طبيعة عمل مجلس النواب يكاد أن يكون شبه متوقف وبالتالي أنت ما تقدر تأخذ دورك الحقيقي في قضية هذه الزيارة وفي قضية طبيعة العلاقة السعودية العراقية ولكن على الحكومة أنا برأي الشخصي أن تظهر إلى ناسها إلى جمهورة أن توضح ماذا تريد من السعودية وما هي طبيعة العلاقة خاطر لا تخلق أنت جو عام أو رأي عام ممكن أن يكون ضاغط في عرقلة طبيعة هذه العلاقة التي ربما لا تصفي مصرحة العام وهو الرأي العام ممكن يضغط وممكن يعرقل بالتأكيد هو ضاغط ولكن الدكتور اللي تفضل به أن السياسة الخارجية تنبني على أساس عمل مؤسسات نحن لا نرتقن لحد الآن إلى أن تكون عندنا مؤسسات لسياسة الخارجية لأي درجة ممكن أن تأثر هذه الفعاليات الجماهيرية صغرت أو كبرت على العلاقات مع الأخذ من الأبع الاعتبار أنه إحنا بأيام الانتخابات والحكومة ومجلس النواب والمؤسسات وحتى وزارة الخارجية مضطرين لمراعاة الناخبية هو أولاً يعني ممكن أن تكون عامل قوة نقطة قوة أنه رئيس الوزراء الآن من ذا يطبع العلاقة ويفتح أفاق جديدة تكون عامل قوة أنه أنه أكو تيار أو أكو جهة تعارضه وبالتالي أكون مطالب معين أجب أن يتم تسويتها من هالباب ونحن نعترف أنه أكون مشاكل يعني عامل قوة بالنسبة للسعودية وهي السعودية نعم للعراق مع السعودية وأنه ترى العلاقة أنه بناء العلاقة يجب أن يكون على أسس صحيحة ومتينة وتسوية الخلافات الماضية حتى ننطلق باتجاه أفاق صحيحة وسليمة لكن أنا ما أتصور أرجع وأقول لك أنه في كل دول العالم مممكن الآراء الشعبية والآراء الغير رسمية أن تغير مسار العلاقة أو أن تعطل لكن ممكن تأثر نعم تأثر أو أن نسبة التأثير هي اعتمد على قوة رئيس المنفذ موجه السياسة الخارجية أو أن يمكن يستجيب أو أن يتأثر لن ننسى أنه المنطقة لتمر التواجنات تواجنات المنطقة ولو هذا ربما بجانب قانون السؤال بس أنت لاحظت ومراكبة حضرتك المشكلة التي صارت بين قطر والسعودية والتلويح بملفات بعضهم من أجل الأرهاب يابع أنت متورط وهذا يقول أنت متورط هذه التلويح بوصل إلى مديات حقيقية تعتقد العراق ممكن يوصل هذه ملفاتها أرقام سيارات ومدرشين وناس تم قبض عليهم وقال أنهم مخابرات وممكن يعاقب السعودية وممكن هو شوف أنا حقول لك حتى نكون صريحين فترة الحكومة الماضية وقع اتفاق وتذكر حضرتك أنت من الناس اللي انتقدوا رئيس الوزراء في حين المالكي عندما أراد أن يطبع العلاقة مع السعودية والسعودية رفضت وأنا من الناس كنت أدافع على موقف رئيس الوزراء مو لكون المالك لكن اللي كونه هو موجه السياسة الخارجية واليوم أنا دافع عن السياسة الخارجية العراقية مو لكون العبادي وإنما لكونه هو موجه السياسة الخارجية العراقية حتى نظر مصالح بلد وبالتالي وقع اتفاق لتبادل المجرمين في عام أعتقد 2009 وهذا بموجبك صارك وتبادل في عهد وكيل الوزير الأقدم يعني؟ يعني إحنا ما عندنا بادرة خلافات سابقة مبنية على موانع كبيرة يعني سعودية مراضة يقول أنا اللي أرد أقول إن العراق ما عنده ذلك الموانع سابقا حتى اليوم نطلعها وين كانت الموانع سابقا؟ ليش الآن تأذزت؟ قد يكون الأجواء الانتخابية قد يكون الوضع المناخ الدولي أنا هذا اللي أرد أقوله خلي تكون منطلقات هذه الفعاليات الجماهيرية خلي تكون منطلقاتنا يعني من حاجات حقيقية أكو ناس احنا تعرضنا وإنت تتوقع أن نحن نعيش حياة طبيعية بلد ثكنات عسكرية بالشوارع وسيطرات وأجهزة سونار تعتقد أنه هاي حياة طبيعية نحيشها؟ لا طبعاً محياة طبيعية ولا يمكن أن تستمر وإذا بقنا ننفق على التسلحب هاي دولة رح تنهك ما تقدر تقاوم لا لازم ننهي هذا الموضوع ننهي هذا الموضوع لنهيه من مصادره قطر اليوم تنفتح معنا ننفتح معها السعودية تنفتح معنا ننفتح معنا بس يكون وفق أجواء جادة طبعاً مو نتيجة الضغوط دولية طبعاً ونتيجة تنفيذ حاجة متبادلة حاجة وتفاهم متبادل لكل البلادين الحاجة برأيك موجودة حقيقية القضية مو موضوع استجابة لضغوط لا 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 الآن السعودية اعترفت بالتغير بالعراق أنا أعتقد زيارة وزير الخارجية السعودي قبل تقريباً أكثر من سنة هذا هو الاعتراف الحقيقي بالتغير اللي صار بعد عام 2003 طيلة الفترة الماضية لم تعترف السعودية بالتغير اللي حصل هذا الاعتراف الحقيقي ونقطة الانطلاق للبداية لبداية تأسيس علاقات من مراقبة سياسة الخارجية السعودية تعتقد هي تمضي في أهدافها وتكملها إلى نهاية الخط لما تنطي تعهدات وما أدري شون يعني هي ممكن تستمر لا اليوم أنا أعتقد حقبة جديدة مرحلة جديدة احنا مو نفرح ين السعودية سمحت لمرأس سوق وغير هذا مو موضوعنا لكن هذي مؤشرات احنا كمراقبين عدنا مؤشرات هذي المؤشرات ممكن نبني عليها أن نطي ثقة ومصداقية وبالتالي بعد ما نسمع خطاب متطرف ما نسمع رجل دين يتصدى ويطالب بنصرة المجاهدين بالعراق هذا كلها رح يختفي أو اختفه تقريبا هذا اللي احنا نبني عليه وبالتالي حتى تكون العلاقة طبيعية طبعا الرياضة نقطة انطلاق كثيرة من الدول انكسرت علاقاتها وانكسرت حالة جمود بيناتها بلعبة ومباراة خاصة أنه لها تأثير جماهيري عالي خلي أنتقل ساد جمع العطواني يعني حظفك سياسي منوشة نظر سياسية اوكي إذن خط الفعالية الجماهيرية اشتغل قناعتك أنه بعيدا عن هذا الخط والتعبير عنه وبكفول هذا لازم نمضي باتجاه تطبيع العلاقة وفق هذا المسار يعني مسارين مسار أنه نضغط ومسار أنه نطبع العلاقة طبعا بالتأكيد ما في أحد حتى المتظاهرين أو الرافضين لزيارة محمد المسلمان أو المسؤول سعودي هو مرافض أصل الانفتاح لكن خلفيات الإرهاب الذي حصل في العراق حتى يطمئن الشعب العراقي قبل الحكومة بالتأكيد لا بد أن تحل بشكل شفاف وواضح اثنيا شوف أكثر من مرة سألت الدكتور سؤال مضاشر هذه التضحيات شنو موقفنا الرسمي نتركها لو ما نتركها هذا السؤال ما بي فلسفة ما بي دبلوماسية أنا عندي ضحايا والوثائق تدل على أن السعودية هي صاحبتها هي التي ارتكبت أو سبب رئيسي في هذه الضحايا يا حكومة أتنازل سؤال هذا تريشي قابلة قابلة سؤال غير وفق خطوات غير لما تستوفي حقوقها وفق خطوات اجي وزير الخارجية وبدأت تطبع العلاقة بدأت تصير علاقة اقتصادية يا ريت لو من اجي وزير الخارجية انطل العبادي مجالي يقول لك طي مجال لا ريت لو لما اجي وزير الخارجية وطلعوا يا سيد جحفري يقول وقد ناقشنا ملفات الارهاب طرح لك الآن تبادل المجرميين ومدرشين هذا بحق بك اسمح لي وزير العدل السابق لا حتى وزير العدل السابق عدة مرات صارت اتفاقات وصار عليها لغات ومدرشين وراح التنطونهم المحكومين بالإعدام ومدرشين بس بعدين تبين لا مصحح بالله عليك هو هالسؤال منطقي تبادل المجرمين وطينش كم عراقي اليوم بسجن عراقية فجر نفسه أنا في حوار خاص عدة مرات مرتيا على هذا الموضوع محاور وزير العدل طبعا يقول لك يقول لا شونه تبادل المجرمين المحكوم محكوم انتهى خلص المحكوم محكوم بس وفق القانون العراقي وفق القانون السعودي يعني يتم التبادل وفق ضوابط يعني شنو يعني آليات تفاهم بشأن القضايا العالقة هذا الموضوع يا عزيزي أولا أنا ما عندي مجرمين في السعودية القصيد يعني المشاهد اللي يباوت يكون سماد المجرمين يعني عدهم مجرمين وعندهم مجرمين لا تنزم هذا الموضوع القصيد انه انت تقول ما كون مؤسسات قاعد تتفاهم حضرتك تقول الحكومة ما قاعد تتفاهم تتهم هيش اتهم الحكومة دايقوا لك الدكتور من وقت النور المالكي سيد نور المالكي إلى الآن هناك تفاهمات لماذا مثلا لماذا لم تعترضوا عليها أجاوبك أجاوبك أولا هذه التفاهمات حاول تبادل خلي أفترض أكو عندنا مجرمين هابيين بالسعودية ما تفاهم مقلت بو تبادل تفاهم تفاهم حتى ترتاح هذا التفاهم بمن مبني على هذا التبادل للمجرمين أقبل أكو مجرمين عراقيين بالسعودية وفخخين مقلت مو تبادل المجرمين ليش التفاهم غير تبادل سجناء لا التفاهم على موضوع القضايا العالقة ماكو تبادل قلت لك وزير العدل لعدة مرات قدامي بالبرنامج قال مستحيل شو نحن ننطي إرهابي قال ماكو منطق ماكو ايه ورح موفق الربع يشخذوا إياه شخص اتخذوا إرهابيين حقائق هاي حقائق أقول فيها يا عنوان كان مستشار أمن الوطني من القوم في ذلك الوقت لا هذا موضوع حقائق هذه تبادل لا هو مو تبادل هو إعطاء كحسن نوايا عراقية إعطاء مجرمين للسعودية مرجرمين محكومين وفق القانون العراقية هذا اتهام للمؤسسة هذا المفق الربع في زمن كان مستشار أمن وطني اثنيا خلي أجيك من الأخير شوفوا الإرهاب الحقيقي شوكت صار في أوج عظمته في زمن سيد العبادي يعني في 2014 مو قبل 2014 المحافظات سقطت في 2014 يعني شنو يعني الجرائم السعودية في 2014 لا تقاس عما قبلها يعني ثلاث محافظات سقطت وكانت البصمات السعودية والقطرية والتركية واضحة فيها فأني أقول والله ليش أنا لم أحفظت حموضح في زمن المالكي ليش فقط في زمن العبادي أنا أريد آخر فاصل هم راح نرجع بأنه السبيل الوحيد لمعالجة هذا القضايا هو السبيل الدبلوماسي اللي أنتم بتعترضون عليه نأخذ الجواب ونناقش الموضوع أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير من جديد أرحب بكم أعزائي المشاهدين وهذا الجزء الأخير من حلقة اليوم إذن أستاذ جمعا نرجع للسؤال اللي ختمت بيواك أنه راح نرجع حتى نستوفي لازم نفتح العلاقات ونطبع العلاقات ونشرع بالخطوة الأولى زين مؤسسات تشتغل وتتفاهم ويا بعضها مؤسسات القضائية المخابرات همين تتفاهم ويا بعضها المؤسسات الاقتصادية تتفاهم ويا بعضها على الأقل نفترض السعودية أقوى من عندنا مثل ما تركيا أقوى من عندنا يقول لك ولازم علينا المي لازم تفاهموا ناس سعودية تصدرنا إرهاب طيب لازم أكو طريقة نفاهموا ياها أنتم ليش تعترضون على أول خطوة حتى أنتقل الموضوع التصعيد وين يوصل مدى أول شيء خلال جوابك لأتقاطعيني أي لا قاطعك لا قاطعك أولا السعودية وقوم لعدنا هذا أول الكلام أنا ما قبل بي أنا أقول فرضا فرضا لا ما أكوش فرضية لأن الواقع يقول أنا بالواقع حققت انتصار على السعودية وعلى قطر وعلى تركيا بدماء تضحياتي فأني يفترض أن أسير بزهو والسعودية التي تأتي تعطي فرضا الطاعة السعودية أنا ما محتاج السعودية أنا السعودية محتاجها 2014 ممكن السعودية على فرض أنه مشتركة بالإرهاب لا على فرض شنه حقائق هذه حقائق على كلامك حقائق يعني أنت كيف هي تدفع فلوس على مد شبابك يموتون لا هي دفع الفلوس جرد دفع الفلوس بها بعد إدانة فهو احتراب ضمنية فهو انتصارك على الإرهاب تعتبر انتصار على الأموال السعودية هذا مونتصار انتصاري على الإرهاب انتصار على الدولة السعودية اقطع التمويل أنا جاوب السياسة الحقيقية أنه تقطعتهم أنا جاوب انتصاري على الإرهاب انتصار على السعودية وعلى قطر وعلى تركيا انتصاري على الإرهاب وانتصاري على السياسات الخاطئة للدول المجاوعة ما اختلفنا اثنيا ما اختلفنا بس تبقى تنسع شباب؟ لا ما أتفع شباب يا أخي انتزاعي لحقوقي هذه ما بيهفد مثلا بك هم ما نختلف بس أجاوبك يا أخوي أقول ما قاعد في الحكومة وقالها سوي لجال مشتركة مخابرات مع المخابرات خارجية مع خارجية حتى على هذا ما مختلفين حتى على هذا ما مختلفين أنا أقول لك أنتم لما انطلعين الآن لما انطلعتوا تقول لولي الحكومة أبدا لا تفتحي المنافذ لا أخي أقولي السعودية دولة عربية شقيقة بس هي مجرمة بحقي خلي كما تصالحنا مع الكويت فضلت حضرتك مع إيران حلو بالتالي أحنا نريد آثار الإرهاب كون ننهيها جاي إذن خلي أترجم إذا تسمح لي ست أحلام إذن معناته أنا هي شفتهم أنه تقول لولي الحكومة إحنا وياك أنتي استوفي حقوقنا وإحنا نضغط على مدى الاستفاء يكون أكثر والله نرحب لا أنتم هيج تقولون بالضبط إذا الحكومة ضاغط على السعودية حتى تستوفي حقوقنا هذا إحنا معسل لا عسل ليش خليت بيها إذا معناته أنا أقول أنتم هيج أنتم أنتم راضين بالتطور العلاقة بس تضغطون بشرط بشرط راضين على العلاقة بشرط أولا أكو ضمانات مكتوبة بعدم أي وجود تحريض طائفي من علماء الوهابي اثنين أكو ضمانات حقيقية بدعم العراق حقيقة على مستوى الأمني ونريد أيضا تعويضات حال نحل بقية الشعوب العالمية إذا أجل الرئيس إذا شبعنا ترابمون قال لهم جيش بجاسة أشو ما أحد من الأمريكان لا على المستوى المنظرين ولا على المستوى المشرعين قالوا يا بابا عيب عليك أكتشين بفلوس تبادل الشعب الأمريكي شو أخذ حقوقه ولا الشعب الكويتي من أخذ استحقاقاته من صدان هميا الشعب الكويتي قال لده تقلم عمي عيب عليكم إحنا ناس دولة غنية شبعنا قالي من أجل أخذ حقوقي تختبر مثلبه تركيا على مستويات عالية زارة العراق تركيا متهمة من قبل الشرائح العراقية طبعا بدعمها الإرهاب تدخل بشيء العراقي تركيا تضرب العراق تركيا مسؤول عالي بأزمة كاركوك إجل كاركوك وتركومان كاركوك لماذا لم تعترضوا يقول لك لأنه علاقة تركيا بإيران زين لا شوف الآن تركيا إيران لاقتها كما ذكرتك بقطر أيضا زين لكن شوف أكو قضية أيضا لابد أن نسيرها بالواقع لماذا لم تعترضت على تركيا أنا جاوبك شوف فيه بعد آخر غير البعد السياسي هذا اللي أريد أكد عني البعد الطائفي لا مو فقط يعني الآن في 2003 لا على مستوى منذ تأسيس المدرسة الوهابية فيه أكو أزمة عقائدية ما بين الوهابية وما بين كل المسلمين فضلا عن الشياء رجعتني الموضوع اتهربت من السؤال أنا جاوب لا لا علاقة لا لا علاقة أنا قصدي الآن باتر يجي أردوغان أكو أكثر تدخل من أنه يجي مسؤول عالي المستوى يدخل بكركوك بدون إذن الحكومة العراقية لماذا؟ لماذا الآن الدنيا مقلوبة يا عزيز الدنيا مقلوبة على بعشيقة وعلى كركوك وعلى غير كركوك منيا لو لم ينهنود وشعب عراقي قاعد يعترض الآن اللي على قطر الآن أكثر حتى بزياء أنتم ما اعترضتوا الوفد القطري أنتم ما اعترضتوا لا والله إحنا هو المحترضين طيب خلي أنتقل كيف تشوفين أنه هذا الموضوع رح يتطور رح تتعرقل تعتقلين وفق الانتخابات سؤال لختمة الدكتور انتخابات جديدة على الأبواب قريبة جدا والحكومة ممكن تتأثر وممكن هذا المشروع يندمر يعني أول شيء أنا أيد قضية أن الحكومة ممكن أن تتأثر بالرأيي الآن باعتبار أنه هي داخلة في انتخابات هذا واقع حال بس أنا أيضا أطلب من الآخر أن ينظر أنه أنت اليوم تبني علاقاتك مع السعودية من منطلقات المنطلق الأول أن السعودية أدركت بأنك بلد قوي ديمقراطي خلاص أصبحت واقع حال عندها وهذه نقطة قوة النقطة الأخرى هي أنه في 2009 كنا نحن من نطلب التطبيع والانفتاح على السعودية وهي ترفض واليوم هي من تطلب وهذه من نقطة قوة أخرى النقطة القوة الأخرى الثالثة وهي قوة الانتصار اللي عندك وأيضا قضية الاستفتاء وقضية تزيئة العراق يعني اليوم العراق بلد قوي موحد حتى وإن كانت عندنا حجم التحديات وحجم الظروف اللي نعيشها وغيرها ولكن إحنا اليوم نصنف بلد قوي وأحد مرتكزات السياسة الخارجية هي القوة العسكرية نحن نملك القوة العسكرية هو هذا اللي أريد أقول أنت اليوم تنطلق من منطلقات القوة اللي عندك لرسم سياستك مع السعودية ولازم تحدد ماذا تريد من السعودية لأن أنت حضرتك تدري العلاقات بين الدول تنبني على أساس المصالح بالتأكيد السعودية عندها مصلحة في الفتاح على العراق ولابد للعراق أن تكون عندها مصلحة وأن يغلب المصلحة الوطنية يعني لابد أيضا بس هو أهم سؤالي يطرح نفسه أنه اللي قاعدي الآن تم من وجهة نظر سياسيين هو صراع على المصلحة له صراع إقليمي أذرع إقليمية أنا اللي أرفع عن السياسة الخارجية العراقية الحاليا تنأى بنفسها عن أن تكون ضمن الاستقطابات الإقليمية والدولية وذلك من خلال سياسة الانفتاح اللي اعتمدتها هذه أولا والقضية الثانية كثير ما أكد سيد رئيس الوزراء على أنه إحنا ما نريد نكون مع محور ضد المحاور الأخرى وهذا لا يعني بالضرورة هذا لا يعني هو أكو قلق القلق منه أنه الانفتاح العربي العراقي ربما يؤثر على العلاقة الإقليمية مع بعض الدول مع إيران وتحديدا وهذا القلق لابد من طمأنة أين نحتاج إلى تطمينات يعني بصراحة أقولها نحن نحتاج الدول الإقليمية وتحديدا إيران وكان لها مواقف إيجابية مع العراق ونحتاج العودة إلى محيطنا العربي والريادة فيه إحنا ما نريد ندخل للمحيط العربي ضعاف وإنما نرجع للمحيط العربي بالريادة بالقيادة التي كنا ننقودها تعتقدين من خلال أيضا انخراطنا بالقضايا العربية الموجودة في المنطقة يعني هذه تحتاج إلى الحكمة وتحتاج إلى رسم سياسة خارجية مؤسساتية وتحتاج إلى القيادة التي تقود أيضا السياسة الخارجية العراقية يقدر يستقل بقراره؟ أنا أشوف أكو بوادر هي ليست الاستقلال يعني حاليا نحاول وأعتقد أنه المسار الصحيح هذا المحور دكتور هل يستطيع العراق أن يقود سياسة الخارجية بعيدا عن المحاور وصراع المحاور يعني من انتصرنا على داعش وأثبتنا طينافد يعني ثقل العالم العالم الاتحاد الأوروبي قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلانا نحظى بنوع من الاستقلالية العراق عمره ما كان دولة تابعة لأحد يعني تاريخيا بسمه أكو لي أذرع العراق ممكن يلوي ذراع بالداخل تعرف حضرتك يعني لا هو شوكت ما قوة المؤسسات شوكت ما رجاحة بالقرار شوكت ما بتعدة الحالة الحزبية وغلبت مصلحة البلد مرح يكون أكو لي أذرع يعني أولا وإخلا المصلحة العليا للبلد هي تمشي يعني إذا صدق تورط السعودية فهذه قوة عدة سعودية بالعراق أنه ممكن تحرك الإرهاب من جديد خلايا نائمة إذا إيران عدتها أذرع وممكن تعيد تنشيط الأذرع هذا هم ضغط على حكومة العراق لا هو إحنا شنو يعني ليش فخير؟ وخاصة التظاهرات متهمة يا أستاذ جمعبي أنه متهمة ستاعدون لأنه ضغط إيران إحنا فشلنا اليوم اللي نعيشها ودخول داعش ترى هو انهيار مجتمعي وانهيار اقتصادي قبل أن يكون انهيار عسكري لأن ما كانت سياسات تعليم فترة التسعينات وفترة الألفين وكل اللي نتشوفهم الآن يقومون بعملات إرهاب وتطرف ومواليد ألفين وفوق لأن المؤسسة التعليمية فشلت واليوم أنا أبشرك أقول لك اليوم إذا ما التفتنا سياسات التعليم وبقينا بدوامة التسليح والإنفاق على التسليح على حساب التعليم وتنشئة أنا أبشرك بعد عشرين سنة رح يكون يا أما عندنا ملحد يا أما عندنا متطرف متطرفين رجع للإستقلال قدرة العراق على الاستقلال طبعا الآن أعتقد اليوم قدرة عالية وممكن نلعب دور محوري وبل أنه من مصلحة إيران يعني حقلب لك المعادلة من مصلحة إيران والعراق وطبع علاقتها مع السعودية حتى يكون هو همزة توصل وصدقني هذا أعتقد ما صرح بي روحاني صرح بي روحاني وصرح بي رئيس الوزراء العراقي هذه التظاهرات ليست إيرانية لا بس قصدي بس قصدي هو يقدر العراق يعني محاصصة يقدر يقدر اليوم أكو خطاب أحيان نتحدث عن السنين السابقة حاليا لا أكو حاليا الخارجية العراقية قوية ما يكفي لا أكو خطاب أرجو أن لا ينبر إلى مؤسسة وزارة الخارجية من نتحدث عن سياسة خارجية نتحدث عن خطاب هل هناك تعامل أو كلمة كياليا بالنسبة لماذين سعودية وتركيا بالنسبة للعراق بالنسبة للفعاليات الجماهيرية وبالنسبة للعراق هاي أجندة حزبية ما أقدر أحكم لك بيها بس أنا أقول لك زيارة رئيس الوزراء الأخيرة من ضمنها اللي كانت مصر والأردن والسعودية وإيران هو صناعة أمن نسميه بالمعنى الأكاديمي صناعة أمن هاي هي صناعة أمن هاي الدول هي المفتاحية في شوقت ما ضمنناها وضمننا مصالحها وضمننا مصالحنا معاها صدقني بعد حتى نشير السيطرات وبعد ما كن فاقد تسليحهم بس كون الانتخابات ما تعرق الموضوع أكيد لولا إن شاء الله نتمنى أن الحالة المؤسساتية ترتقي أنا بس على عجالة في سنة 2015 قدمت دراسة سعودية وحسابات التوازنات في الشرق الأوسط ذكرت أن السعودية لازم تتغير وإذا ما تغيرت السعودية رح تنتهي وتغيرت وأنا أستشوف لك رؤية مستقبلية سيتم تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية وسيكون العراق هو الواسطة يعني هذه النظرة متفائلة العراق هو يستفاد منها أتمنى أنه تتحقق أعزائي المشاهدين وصلت إلى ختام حلقة اليوم وفي نهاية يا أشكر ضيوفي الكرام السيد أحلامي حسيني مقرر لجنة العلاقات الخارجية النيابية السيد جمع العطواني رئيس مركز أفق التحليل السياسي والدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم وراسلونا على العنوان الإلكترونية وراسلونا على الشاشة شكرا